السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وأحبتي في الله قال تعالى في سورة يوسف الآية 65 قالوا يا أبانا ما نبغي أي ماذا نطلب أكثر من هذا فهذا العزيز وقد ردى ثمن بضاعتنا فكن مطمئنا على أخينا وأرسله معنا لنجلب طعاما وفيرا لأهلنا ونحفظ أخانا ونزداد حمل بعير له فإن العزيز يكيل لكل واحد حمل بعير وذلك كيل يسير عليه وليس معناها هنا كلمة نبغي من البغي والعدوان فانتبهوا أحبتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر